ههناخا هشنية الفرضية الثانية مشبط بسافا خيّاف اللي هيوت بانوي كهالاخا مبخينا ديكي دوكيت أي أن الجملة في أي لغة يجب أن تكون مبنية كما ينبغي من الناحية القواعدية ومعنى هذا الكلام إن أي خلل في تركيبة الجملة سيؤدي إلى عدم اعتبارها جملة في أي لغة كانت ولتوضيح هذا الكلام نسرد بعض الأمثلة من الجمل في اللغة العبرية مثل داني أخلتم تبوخ أي داني أكلتم تفاحة موشي هالخو البيت هالسفر موشي ذهبوا إلى المدرسة راخيل يكتب الدرس هاي لا ديم تسخك بمقرش الأولاد تلعب في الساحة هبانوت عمد على هكف البنات وقفة على الخط أفراهام يلمدو عم خبره أفراهام يدرسونه مع صديقه سارة خباس اتهمدع سارة يبحث عن المعلومة مش باطيم ألو أينام مش باطيم بعبريت كيفان شيلو بنهيم عل بي كلالي هدك دوك بعبريت وهذه الجمل لا يمكن عدها جملا عبرية طالما أنها غير مبنية على حسب القواعد في اللغة العبرية ولخده يهيو مش باطيم عبريت ساريخ اللي هوت بنهيم عل بي كلالي هدك دوك بعبريت ولكي تكون جملا عبرية فيجب أن تكون مبنية على حسب القواعد في اللغة العبرية ومعنى هذا الكلام أن الجمل السابق التي ذكرناها يجب أن تكون حسب الآتي أي أن الجملة داني أخلتم تبوخ يجب أن تكون داني أخال تبوخ والجملة موشي هالخو البيت هالسفر يجب أن تكون موشي هالخ البيت هالسفر وراخيل يختوف التشعور يجب أن تكون راخيل تختوف التشعور هاي لا ديم تسخك بمقراش تكون هاي لا ديم يسخكو بمقراش هبانوت عمد عالهكاو تكون هبانوت عمدو عالهكاو أفراهم يلمدو عمخفرو تكون أفراهم يلمد عمخفرو وصارا خبس اتهميدا تكون سارا خبس اتهميدا هذه هي الفرضية الثانية التي تنص على همشبط أسافا خياظ لهيوت بانوي كهالاخا مبخينا ديك دوكيت أي أن الجملة في اللغة يجب أن تكون مبنية كما ينبغي من الناحية القواعدية